وضمن قراءات ما بعد تمرير الموازنة الاتحادية عدى الخبير الاقتصادي رشيد السعدي دعم القطاع الخاص وتقديم ضمانات سيادية في الموازنة الاتحادية للعام الحالي هو الأول من نوعه في العراق وقال السعدي أن الموازنة جاءت لثلاث سنوات لتزيل فترات السوبات وعدم الاستقرار نهاية كل سنة مالية مثلما شملت جانبا مهما جدا يتمثل بتشغيل المشاريع الاستثمارية لمساعدة العراق على تخطي الأزمات في حال انخفاض أسعار النفط السعدي ينظر إلى جولة السودان في إقليم كردستان كمحاولة لرأب الصدع وإزالة المشاكل بين بغداد وأربيل وقال أن موازنة العام الحالي تضمنت ميزة ردم الهوات بين المحافظات ما يفرض على المشرع العراقي مسؤولية الإسراع بإقرارها